بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين كلمة أريد أن أوجهها لأبنائي وإخواني المعزين سواء كانوا في المواكب أو في الحسينيات طبعا أريد أن أؤكد أن الاستماع في الحسينية هذا أمر مطلوب مطلوب ولا يمكن أن يزاحمه شيء لأنه هو العزاء الأصلي وهو المحبب إلى أهل البيت سلام الله عليهم فلا نريد أن تتأثر المآتم الحسينية بأي شيء يعيق الحضور فيها هذا من جهة ومن جهة أخرى أؤكد أن المواكب الحسينية أيضا مطلوب فيها التواجد والحضور من إخواننا الشباب ومن أبنائنا فنؤكد على ذلك ونرغب أن تكون تلك المواكب نقية صافية ليس فيها ما يسيء إلى سمعة تلك المواكب وبالأخص أريد أن أقول كلمة بالنسبة للموكب المشترك المواكب 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 في سترا هذا لا بد أن يتواجد فيه الناس والمعزون في المواكب بشكل ملفت وبشكل كبير لأنه هو الذي يمثل البلد ككل هو الذي يمثل سترا فلا نريد أن يكون هذا هابطا في المستوى نريد من جميع الشباب أن يلفتوا أنظار بعضهم والبعض لأهمية التواجد فيه والمحافظ على سمعته ورقيه وصفائه وعدم أي شيء مما يسيء إليه وهذه وصيتي وأسأل الله للجميع التوفيق لما فيه رضا الله سبحانه وتعالى ورضا أهل البيت سلام الله عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة